السلام عليكم كديرين اتمنى تكونوا على خير وبخير صباح النور صباح الكيكات صباح كل شي زوين هاد الكيكة سهلة إلا جربتوها غاب قاعدت نوضوا تديروها الصباح وتوجد لكم الفطور لوليداتكم حيث كدال في الخلاط الكهربائي لجوج دقيقة الكيكة موجودة من غير طبيعة الحل الوقيتة ديالة الفران فاشكة طيب الفران أنا كنهدر لكم علي ديالة تحضير مهم بقاوا معايا باش وجدوا هاد الكيكة هذا المقادير ديالها متوفرة عندكم انا متأكدى كل شكو شريفي هكين عندكم في الدار بالنسبة لل مقادير اشنو ها نحتاجه اول حاجة غادي نبدأ بالمول هنا المول هو هاد القطر دياله 18 سنتيم هندهنو يما بالزبدة وندير له تقريئ إما كاندير انا هاد الرشاش هكا هذا الزبدة ومضل نطحين وقشيه في ثلاجة علشة وريدتكم هاد المرحلة حيت فاش كان اخشيها في ثلاجة كي تدي مولا لنا الكيكات غياء غياء وكي تعطي لنا واحد اللون زوين فيه بزاف بزاف مهم احنا حطينا المول في تلاجة ونبدأ على بركة الله في الغثة ديال الكيكة نسبة للمقادير كما سبق لي وذكرت مقادير انا متأكدة ان شاء الله هتكون في اي بيت ثلاثة البيضات بحرارة المطبخ علاش كندير وقاع المقادير بحرارة المطبخ انا شرح لكم علاش حيث داك الوسط ديال الكيكة الى كان بارد الى كانوا المقادير باردين ما كزو سلوش سخونية ضغياء وكي يخد مدة طويلة باشي تنفخوا باشي تطلع لنا الكيكة وتسخن كندير ترتيقة ديال الملحة كندير الفانيلا خنشد الفاني دير خلاط كهربائي انا استعمل الترموميكس غنعطيكم القياس اللي غديروا في الترموميكس وخلاط كهربائي متابعة الحال اعادي عدنا سكر عدنا خمسة ديال القطع ديال جوبن كريمي اما لا فاش كيري ولا كيري ولا تاخدوا فيلا ديل فيه وتقطعوا قطعوا لشكل كيري وتديروا خمسة ديال القطع سهلة بزاف اشتركوا في القناة لان يناجد حليب هو من أحسن حرارات المطبخ وإذا كان بارد ندوروه في ميكرو ونشيول ندوروه في كسرونه غير يدفى شوية ونضيفو زيت المائدة غنديرو كل شي تتحن في الخلط الكهربائي مدة ديالو إلا درتوه خلط كهربائي عادي ديرو له واحد جوش دقائق درتوه في تيرموميكس ديروه دقيقة بالفيتاس ستة ما تفوتوش فيتاس ستة حتى السبعة غنديفو دقيق ليكون مغربل وغنديفو خميرة الحلويات اللي من وزن 14 جرام غنديرو سبعة جرام سبعة جرام فوق ديك الخميرة غدي نديرو واحد المعلقة صغيرة ديال الخل وردو هاد شي يتخلط اللي غدي يستعمل الخلط الكهربائي العادي غدي نديرو له واحد نصف دقيقة نصف دقيقة ما تفوتوهاش بالنسبة للتيرموميكس غدي نديرو له واحد المدة ديالت هكا 15 التانية ولكن على فيتاس نازلة فيتاس ثلاثة ثلاثة ونصف ما نفوتوش ما خاش تضربنا ذاك الخليط بزاف بزاف باش الكيكا ما تهبتش هو تحين فاش كي تضرب بزاف الكيكا كاتهبت الكيكا من الاحسن قاعي لبغيتو تديرو الطحين وتخلطوه غيب لسباتيلو اللي بتضرب الياداوي هنا المول جبدناه من تلاجة بارد غنخويو فيه الخالط هنكونو مسخنين الفران على درجة حرارة متوسطيطة ليهي 350-170 درجة وغادي نديرو الكيكا ديالنا فوسط الفران بالنسبة للفران أنا نوريكم الطبقة فين غادي نديروها بالضبط كيكا تشوفو الفران مسخناه غادي نديرها في الطبقة الوسطانية اشتو عندي خمسة طبقات غادي نديرها في الوسطانية في الثالثة سافي ونخليها كيكا تشوفو هنا يا درت 40 دقيقة ما تتفوتش 40 دقيقة في الفران نهائيا سافي كاتتطيب وكاتتحمر من فوقه من تحت الفران شعلو غيب من تحت ما تشعلوش من فوقه من تحت حتى كاتتطيب لكم الكيكا ديالكم هنا الكيكا بعد ما بردات وطابت وبردات وهنا يلويتها بسلوفا نلغد ليه صباح عاد زينتها وقديتها هنا كنديرليها الحليب محل المركز كي يجيبنين بجزب ديرولها كونفيتور ديرولها القانة الشوكولة بلوند ديرولها القانة الشوكولة نواق ديرولها الشوكولة عادي دوبوه مع شوية ديال الحليب وديروه ديخلي وغيره كاك مكين تم مشكل أنا قدرت ليها الحليب المحل المركز ممكن ديرو كغامل تهوي لابغيتو سافي وجد اللوز وغادي نديرو ملفوق تجيب خيمون بنينة ورح مشجل لواحد الفيديو بواحد شكل آخر نفس الكيكا ان شاء الله غادي نبغ تاجيه معاكم تمنى تجربو هاد الكيكا أنا متأكدة غادي تعجبكم وغادي تستقليكم غادي تبعو الخطوات بخصوص في الفران كيلي كيقول كنجبد الكيكا من الفران تتنزل إما مدرتيش الكفاية ديال الطحين أنا غا نعطيكم بتدقيق الطحين خلاص بالقرامج إما مخلتيش تكمل الطياب بان تكرهها طيبة فاش خرجات هبطات هادو مجوج العواميل ديال الكيكا وديما الفران حرارات كي تضبطيها وخا نقولك أنا مية وسبعين درجة فران كنتي عارفة فين كي يجمع سخوني الجيهة اللي كطيب الجيهة اللي مكطيب الجيهة اللي كتحمر أي فران كتكون متعودة علي فاش كيكون فران جديد يتيكون صعيب شوية كان هدر بزف ولكن غي كان بغي نأكد شنوقات اللي كي يجيوني فيهم بزف ديال الأسئلة صافي درنا اللوز ممكن ديرو كاوكا وممكن ديرو لزع مودي فيلي اللوز رقائق اللوز ممكن ديرو الكوك ممكن ديرو لفخوزك انتو ما وشنو كتبغي وانتو ما وشنو كتفضلو هادي هي الكيكا كيكا تشوفو تتبركي على الموس وتبقي يهبط وطلع تزهبط وطلع الكيكا بقوة ما كتجي خفيفة وشيشة وزوينا أهم حاجة المقادر نتوفرين كل بيت ما فيهاش شي حاجة ما كيناش تاني حاجة سهلة بززا في الخلاط الكهربائي كلها كدر في خلاط الكهربائي بلا روينا بلا والو تالت حاجة غتصدق لكم إن شاء الله 100% وغتعجبكم وغتولي معتمدة عندكم أي واحد فينا كيبغي الكيكات اللي يضغيه ضغيه بدون تعقيدات هما كين الكيكات اللي معقدين اللي كي فيهم ليزيطاب بززاف هادي سهلة بزاف شوفو كيكات تكون خفيفة بزاف بزاف وكتجي تالة تكستير ديالها تجي زوينة تمنع يعجبكم الفيديو ويجيكم خفيفة ضريف وما تنسونيش في البارتاج ولي لايك ولي كومون تغزويني ديالكم وشكرا بزاف على التعليق زوينة ديال ديما اللي كتجي من عندكم وكتحفزني خليت لكم راحة الله في فيديو قادم إن شاء الله السلام عليكم وذيمة هالله ليفرسكم